هجوم النادي الأهلي المباراة اللي جاية فيه وثامة أبو علي ولا فيه مودست؟ بشوف وثامة أبو علي أعتقد هو الحل لمارسل كولر والفكرة اللي عايزة مارسل كولر من المهاجم وثامة أبو علي بالنسبة لي هو أشرص مهاجم أنا شوفته في النادي الأهلي من بعد وليد أظهره وأنا يعني قصد كلمة أشرص هو لعب شرس جدا 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 من غير الكورة يعني في الحالة الهجومية الأهلي هو لعب دايما بيبحث على المساحة دايما بيقطع وراء الدفاع لكن شراصة وسامة أبو علي الحقيقية الكبيرة جدا جدا في الضغط مارسل كولر من أول ما جاء مع النادي الأهلي هو بيحاول دايما يضغط عالي بيحاول دايما يخلي الخصم مش قادر يخرج بالكورة من الخلف بسهولة بيكبره إنه يلعب الكرات الطولية وهو ده هيلقيه في وسامة أبو علي لما روح لحالات الضغط بتاعت وسامة أبو علي هنشوف قده إن احنا قدام مهاجم شارس جدا جدا في الضغط في الحالة الدفاعية ودي ميزة كولر كان مستنيها كتير جدا من المهاجم بتاعه عشان يساعده يساعده في إنه يطبق الفكرة بتاعته فوسامة أبو علي أنا بشوفه مهاجم شارس جدا جدا في مطش الزمالك تحديدا زي ما خليفة شرح من شوية إن الزمالك في الأساس عنده مشكلة واضحة في الخروج بالكورة تحت الضغط يعني هنا لما نبص على وسامة أبو علي بص شارس جدا في الضغط وزاكي في الضغط يعني دايما هتلاقيه بيضغط بميل نوى يقفل على اللعب اللي معاه الكورة نوى يطلع بالكورة في عمك الملعب هتلاقيه دايما شارس في الضغط مرة واثنين لحد ما يغلط اللعب دي لقطة في أول خمس دقائق في المباراة بعد ما هو سجل الهدف هنروح لللقطة اللي بعدها هلاقيه سامة أبو علي برضو بيضغط وبيغلط اللعب عند منطقة الجزاء شراسة قوية جدا بيغلطوا مرة الكورة راجعت هيدغط تاني وهيفضل يقف عشان يقفل زاوية التمرير فيجبر اللعب أنه يطلع بالكورة بالشكل دون ويزنع الحارس بتاعه فهو احنا قدام مهاجم شارس جدا أتوقع أنه ده اللي مرسل كولر عايزه من غير الكورة تحديدا عشان يطبقه مودست أنا يعني الإجابة دايما هي اللغز بتاع مودست هو مودست فعلا سيء ولا مودست مصدوب خلينا نحن نحط كل حاجة في نصابها الأهلي راح تعاقد مع مهاجم بشوفه في آخر مسيرته الكوروية بالتالي أنت قدام مهاجم عنده ميزة أو اتنين لازم تلعب عليهم عشان تظهره مودست لما جاه للنادي الأهلي أكبر ميزة عنده اللي هو مهاجم صندوق قوي جدا جدا في التحرك داخل الصندوق فأنت لازم تستفيد من النقطة دي لما نيجي نبص الآخر موسمين لمودست قبل ما ينتقل للنادي الأهلي موسم كولن 2021-2022 مودست سجل 20 هدف منهم 10 أهداف بضربات رأس بعدها راح لبروسيا دورتومون كان بديل سجل 4 أهداف مع الفريق كلهم بضربات رأس هل كولر بقى حاول يستغل ده في أنطوني مودست احنا كده قدام مهاجم هتحتاجه في ماتشاط معينة بتلاعب فيها فرق متكتلة دفاعيا بشكل كبير جدا وانت مجبر على لعب الكرات العرضية عشان تكسر التكتل ده فأنت محتاج مهاجم صندوق قوي في ضربات الرأس هل كولر فعلا بيستخدم مودست بالشكل ده؟ لا الحقيقة أنا بشوف أن كولر كثرت اعتماده على مودست في ماتشاط مش بتاعته ماتشاط الأهلي بيلعب فيها على التحولات ماتشاط الأهلي بيعايز من المهاجم أنه ينزل في عمق الملعب ويستلم ظلم مودست وأظهره بشكل مش جيد خالص وأظهره نوع لعب مش قادر يقدم الإضافة لأنه خرج من الزون المفروض تظهر إمكانياته والبروفايل بتاعه اللي يقدر يجيد فيه مع النادي الأهلي في الوقت الحالي على الرغم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مودست مساهم فيه ستة أهداف والنقطة والميزة المهمة جدا عند مودست لما نيجي نبص على أرقامه مع النادي الأهلي نوفر الالتحامات الهوائية بيفوز بـ 57% من الالتحامات اللي بيطلع فيها فأنا بشوف أن أنتوني مودست مهاجم ممكن ما يكونش سوبر مهاجم مش متكامل للنادي الأهلي لكن انت روح تجبت مهاجم خبرة مخضرم في آخر مسيرته عشان تستفيد من نقطة معينة عنده وانت محتاج فعلا في ماتشوات ممكن لحد دلوقتي الأهلي مش محتاجها بروفايل مهاجم صندوق قوي جدا في الالتحامات الهوائية